فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم نعم وهذا كما ذكرنا أو كما ذكر الشيخ رحمه الله هذا لا يذم عليه لأن من أخذ بدليل لا يعترض على الآخر الذي معه دليل آخر نعم وهذا يدل على سعة التشريع الحمد لله والحمد لله المهم الدليل نعم وكثرة الروايات تدل على التخيير تدل على التخيير بين هذه الصفات فمن فعل صفة منها فإنه على حق نعم وليس للطرف الآخر أن ينكر عليه أنت معك دليل وهو معه دليل نعم مثلا أنواع الاستفتاح في الصلاة ورد بروايات فمن أخذ باستفتاح لا ينكر عليه من أخذ باستفتاح آخر مما ورد مثلا وضع اليدين في القيام في الصلاة من وضع يديه على صدره من وضع يديه على سرته من أرسل يديه كل منهم له احتمال وله دليل والمسألة سنة ما هي واجب ولا ركن فيها سعة فيها سعة الحمد لله فلا وجه للإنكار على مثلا الذي يدخل المسجد وقت النهي إن جلس لا ينكر عليه لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت صلاة النافلة ومن صلى لا ينكر عليه لأن معه دليل ومن دخل المسجد إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا ينكر الواحد على الآخر ولهذا قالوا لا إنكار في مسائل الاجتهاد